السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيبتي في قناة وصفات لكم سعدت بلقائكم مجددا وأتمنى دائما أن تكونوا في تمام الصحة والعافية اليوم وبإذن الله سأقدم لكم وصفة بكريم نيفيا تعمل هذه الوصفة على تبييد البشرة تصغير المأسمات الواسعة ترتب البشرة تزيل كذلك النمش البقعة الداكنة نتيجة عن أشعة الشمس تزيل أيضا الزيوت الزائدة في البشرة تمنع أيضا ظهور حب الشباب تعطي نعومة وإشراقة ولمع للبشرة بإذن الله إذن قبل أن نبدأ في هذه الوصفة أدعوكم أولا بالاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك الزر الأحمر مع تفعيل زر الجرس بجانبه ليصلكم كل ما هو جديد وأهلا وسهلا بكل ما ننضم إلى قناتي وأود أن أشكركم على تعليقاتكم الرائعة والجميلة والمحفزة لي دائما إذن لعمل هذه الوصفة سنحتاج لكريم نيفيا سواء كانت نيفيا الزرقاء أو كريم نيفيا السوفت سنحتاج كذلك هنا إلى نشط دراء أو ما يسمى أيضا بمايزنا سنحتاج أيضا هنا إلى زيت لوز حلو كذلك إذن هذه هي المكونات الثلاث التي سوف نحتاج إذن على بركة الله سنأخذ إناء هكذا مناسب سنأخذ هنا تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة من كريم نيفيا سواء كما قلت لكم كريم نيفيا سوفت أو كذلك كريم نيفيا الزرقاء نضيف هنا مقدار ملعقة وسنضيف كذلك نفس المقدار من نشط دراء أو ما يسمى بالمايزنا أنا هنا سوف أريكم الطريقة فقط يعني يمكنكم أنتم هنا مضاعفة المقادير بالنسبة لهذه الوصفة تحتفظون بها فهي تبقى صالحة لمدة شهرين فما فوق لأن ليس بها أي مكون قد يفسد لأن كل المكونات هي تبقى لمدة أطول كذلك سوف نضيف هنا ملعقة من زيت لوز حلو هنا كذلك إذا كنتم تتوفرون على الفيتامين A أو ما يسمى أيضا بالفيتامين H ممكن وضع كابسولة منه في هذه الوصفة وبهذا سوف تحصلون على نتائج تكون مرضية وفعالة جدا إذا سنخلط وندمج جيدا العناصر حتى يتجانس لنا هنا كريم نيفيا مع النشا أو ما يسمى كذلك بالمايزنا مع زيت لوز حلو إذا بهذا الشكل نتحصل على كريم يكون على هذا القوام دائما يطبق هذا الكريم على بشرة تكون نظيفة أي يجب أولا غسل البشرة بماء فاتر حتى تتفتح المسامات وحتى نزيل كل آثار المكياج والكريمات ونجفف البشرة بعدها نأخذ هذا الكريم نطبقه كل ليلة قبل النوم هكذا نقوم بفرده وبحركات تكون دائرية فالبشرة سوف تتشربه بسرعة هذا الكريم ممكن المبيت به يعني لليلة كاملة سوف يعمل على ترطيب البشرة إزالة التجاعد وكذلك شد البشرة بالإضافة إلى أنه سوف يعمل على تبييدها وإزالة البقع كما تلاحظون نقوم بالدهن هكذا جيدا حتى تتشربه لنا البشرة لمن نقوم بالدهن بشرة الوجه وكذلك الرقبة حتى نتحصل على بشرة أو لون موحد إذن كان هذا هو فيديو اليوم ووصفة اليوم الممتازة جداً لتبييض البشرة ممكن هذه الوصفة أن تعملوها بشكل يومي وكل ليلة حتى تحصلون على نتائج جيدة وفي الصباح تقومون بغسلها يعني بالطريقة العادية بالماء الفاتر والصابون الخاص بكم أنا جد متأكدة أن النتائج سوف تظهر في أول أسبوع بإذن الله وكل واحدة على حسب نوع بشرتها وعلى حسب استجابة الوصفات إذن هذا هو الكريم يبقى صالح حتى ينتهي يعني يبقى صالح لمدة طويلة جداً إذن إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء